موسيقى اشتركوا في القناة بساء الخير عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن قرار مجلس ادارة النادي الاهلي بمنح حسين حجازي ومختار التتش العضوية الشرفية للنادي لتاريخهم الطويل والخدمات الجليلة اللي قدموها للرياضة المصرية بشكل عام واللعبة كرة القدم على وجه الخسكرس واتكلمنا عن مشروع رصف شوارع النادي وكان مشروع حضاري زاد من جمال ورقي ونظافة النادي واتكلمنا عن انضمام احمد عبود باشا لعضوية مجلس ادارة النادي الاهلي وانتخابه وكيل للنادي واتكلمنا عن افتتاح حمام السباح يوم 15 مايو 1945 الاحتفال اللي حضروا الملك فاروق وكان يوم جميل اقيمت في المسابقات بين فرق النادي وفرق المدارس المختلفة واتكلمت عنه الصحف وكان اول مدير لحمام السباحة يوسف عز الدين واتكلمنا عن وفاة احمد حسنين باشا رئيس النادي الاهلي في حد السيارة لما اصطدمت بسيارته سيارة تابعة للجيش الانجليزي فوق كبرى قصر النيل واعلن النادي الحداد وتم تنظيم جنازة رسمية للراحل الكبير الله ارحمه واخيرا اتكلمنا عن تعديلات قانون النادي اللي تمت يوم 3 يناير 1947 وكان فيها تعديلات مهمة جدا لكن كان فيها تعديل تاريخي وهو حصول المرأة المصرية على العضوية العاملة للمرة الاولى في تاريخ الاندية المصرية عشان يكون 3 يناير 1947 يوم تاريخي للمرأة المصرية في علاقتها بالاندية الرياضية واتحقق تدريجيا حلم عمر بيك لطفي صاحب فكرة تأسيس النادي الاهلي في دخول المرأة للنادي زيها زي الرجل بالزبط الحلم اللي بدأ بفكرة عرضها في جلسة 13 ديسمبر 1907 بتعيين يوم في الأسبوع أو يومين لدخول السيدات ليس إلا يعني السيدات بس هم اللي يدخلوا النادي لممارسة الرياضة أيامها اللجنة العليا للنادي الاهلي قررت تأجيل النظر في الاقتراح لأن ظروف المجتمع في الوقت ده ما كانتش تسمح وفي سنة 1913 يعني بعدها بست سنين قررت اللجنة العليا في جلسة 14 فبراير 1913 تنظيم حفلة للرجال في يوم وللسيدات في اليوم التالي وده كان أول اقتراح لدخول المرأة المصرية للنوادي في الجلسة اللي بعدها يوم 21 فبراير 1913 قررت اللجنة العليا أن تقام الحفلة يوم 21 مارس 1913 بدلا من 16 مارس 1913 وضم الحفلة التي كان تقرر إقامتها للسيدات في إله هذه الحفلة وجعلها حفلة واحدة مع تخصيص مكان للسيدات وباب خصوصي يدخلنا منه وده كان أول دخول للمرأة المصرية لأي نادي في تاريخ مصر ومن سنة 1913 والحد سنة 1922 يعني لمدة 9 سنين المرأة المصرية كانت بتدخل النادي تتفرج وبس على الحفلات سواء كانت رياضية أو فنية وفي الوقت ده كانت رياضة السيدات مقصورة على الأجانب السبب الرئيسي في التغير المجتمعي ده كان ثورة 19 اللي غيرت مفاهيم المجتمع تجاه المرأة لأنها خرجت سنة 1919 لأول مرة في تاريخها في المظاهرات الوطنية كشريك أصيل في المجتمع وأصبح السؤال اللي بيدور في أزهان الجميع لماذا لا تمارس المرأة المصرية الرياضة مثلها مثل الرجل فقررت اللجنة التنفيذية في سنة 1923 أن يتم تخصيص صباح يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع لدخول المرأة النادي من أجل ممارسة الرياضة ولا يصرح للرجال بالدخول في هذين اليومين إلا بعد الثانية عشرة ظهرا وتم إعداد غرفة تغيير ملابس للسيدات اتكلفت تمانية جنيه وبدأت المرأة ممارسة الرياضة يصبح النادي الأهلي رائد الرياضة النسائية في مصر رياضة قدمت لمصر العديد والعديد من النمازج النسائية المضيئة على المستوين المحلي والدولي وأصبحت المرأة في النادي الأهلي عضو رياضي بتمارس الرياضة والمسابقة المختلفة وسنة 1935 اتقدم عضو النادي الطبيب عبد السلام الحمامسي باقتراح بإن السيدات والأنسات يبقوا أعضاء في النادي وليهم اشتراك سنوى وفعلا تم طرح الاقتراح ده على اللجنة العليا للنادي في اجتماح يوم 19 نوبمبر 1935 وقررت اللجنة العليا برياسة جعفر ولي باشا تكليف اللجنة التنفيذية النظر في مسألة اشتراك السيدات والأنسات المصريات في عضوية النادي والبحث في هذا الموضوع وتقديم تقرير للجنة العليا بالجلسة القادمة واللجنة التنفيذية اجتمعت وبحست وقدمت تقريرها اللي اتعرض على اجتماع الجمعية العمومية اللي انعقدت فيه 13 ديسمبر 1935 وجف محضر الجمعية ذكر حضرة سكرتير النادي انه سبق ان تحول على اللجنة التنفيذية اقتراح اشتراك الانسات والسيدات المصريات في عضوية النادي وتلا حضرته محضر تقرير تقرير اللجنة التنفيذية المؤرخ في 26 11 1935 الذي به نتيجة بحث هذا الموضوع وتتلخص في قبول الانسات والسيدات المصريات كأعضاء منتسبات في النادي اذا كنا حاصلات على شهدات عليا ومعد البحث في هذا الموضوع وفقت الجمعية العمومية على ذلك على ان يشمل هذا التصريح طالبات المدارس العليا ايضا وفضلت المرأة المصرية عضو منتسب 12 سنة لها كل الحقوق معادة حق حضور الجمعية العمومية يعني ما لاش حق التصويت ولا الانتخاب لانها ببساطة مش عضو عامل لحد ما قررت الجمعية العمومية في 3 يناير 1947 ان تصبح للمرأة المصرية عضوية عاملة وصدرت الصحف وفيها منشط عريض النادي الاهلي يعطي الفتاة المصرية حق الانتخاب وكتبت البلاج ولتتبين قيمة هذا القرار في مساواته للعضو ومع زميلها في هذه الجمعية العمومية التي لا يشترك فيها الا كل حائز على مؤهل عالي او من ذوي الحيثيات الذين يصبح لهم بعضوية هذا النادي العتيد فتهنئتنا للفتاة المصرية المتعلمة على نيل هذا الحق الذي يكسبها كرامة وفخر هي اهل لهم وعلشان نعرف قيمة القرار اكتر واكتر وليه الصحف اهتمت بالقرار ده تعالوا نشوفوا الصحف غطت ازاي انتخابات نادي الجزيرة اللي انشأوا الانجليز كتبت الاهرام في واحد مارس الف تسعمية اتنين وخمسين وحضر الاجتماع حوالي ثمانمائة عضو ولم يسمح للسيدات الاعضاء بالدخول لان قانون النادي يحرم اشتراكهن في اجتماعات الجمعية العامة تخيلوا الاهل سنة الف تسعمية سبعة واربعين ادى للمرأة كامل حقوقها وسواها بالراجل ونادي الجزيرة اللي انشأوا الاجانب كان لغاية سنة الف تسعمية اتنين وخمسين حارم المرأة من حقوقها وتأجل منحها كامل حقوقها في باقي الاندية سنين طويلة كانت خطوة عظيمة سبق بيها الاهل كل الاندية المصرية كعدتوا دايما في ريادة الرياضة والاندية المصرية وفضلت خطوة اخيرة وهي حق المرأة في ترشيح نفسها لعضوية مجلس الادارة خطوة هنعرف ازاي اتحققت في الحلقات القادمة استمر النادي في انشاطة المختلفة وعلى رأسها الحفل السنوي اللي بيتعمل بمناسبة تأسيسه مفيس سنة مرت في تاريخ النادي إلا وبيتم عمل احتفال كبير قوي اتكلمنا كتير عن الحفلات اللي اتعملت في السنوات اللي فاتت وكل مرة بيكون في حاجة جديدة في برنامج الحفل تابع للمتغيرات الموجودة على السحة الفنية يعني في الحفل السنوي للنادي الاهلي اللي اتعمل يوم 20 مايو 1948 بمناسبة تأسيسه كان البرنامج زي ما جي في محضر مجلس الادارة بيضم الفقرات التالية واحد غناء الانسة ام كلثوم اتنين المسرح العائم تلاتة موسيقى جاز وقد رأى المجلس اضافة القهوة البلدي للبرنامج في الوقت ده ظهرت فرقة المسرح العائم وبتقدم مصرحياتها على مركب في النيل ونالت ايامها اعجاب المشاهدين فقرر النادي يدعو الفرقة عشان تقدم مصرحية من مصرحياتها في حفل النادي السنوي وكمان دخلت مصر في الوقت ده موسيقى الجاز وبدأت تنتشر وضمها النادي ضمن فقراته وكان من الطريف ان النادي قرر اقامة روكل في سوان الحفل يعمل فيه قهوة بلدي زي اللي موجودة في الاحاق الشعبية عشان اللي عايز يتفرج على الحفلة من القهوة يقعد فيه وتفرج وكائنه في قهوة بلدي بالضبط ويتقدم له مشروبات زي القهوة اللي في اي حي شعبي يعني ده كان نوع من التغيير والتنوع في نظام اقامة الحفلات وتعالوا معنا ناخد فكرة عن اسعار الدخول للحفل زي ما جد في قرار مجلس الادارة مية وخمسين قرش يعني جنيه ونص للفرد عمومي الفرد عمومي هنا يعني حيشوف كل فقرات الحفل ربعمية قرش يعني اربعة جنيه طربيزة لاربعة اشخاص فقط بسوان ام كلثوم مية قرش يعني جنيه كتذكرة عمومية للفرد الواحد بسوان ام كلثوم طرى لو ام كلثوم كانت موجودة النهاردة حتكون تذكرة الحفلة بكام بلاش ام كلثوم تذكرة اي حفلة جنائية بكام النهاردة متهيقل ان في حفلات عدت الالف جنيه للفرد الواحد في الوقت ده من صف الف تسعمية تمانية واربعين ظهرت للمرة الرابعة فكرة انشاء بطولة للدوري العام المرة الاولى كانت سنة الف تسعمية اتنين وعشرين بعد تأسيس التحدي القرى وقرر تنظيم دوري عام للتحدي اصطدم باهم عائق منعه من استكمال الفكرة وكان العائق ده هو المواصلات لان وسائل المواصلات في الوقت ده ما كانتش مريحة زي النهاردة وفي الفترة دي كان الجيش الانجليزي عامل بطولة بين الاسلحة التابعة ليه وكان نظامها ان اسلحة كل منطقة من مناطق معسكراته يعملوا بينهم مسابقة وبطل كل منطقة يلعب مع ابطال المناطق التانية عشان يحددوا بطل الجيش الانجليزي فقرر اتحدي الكرة انه ينظم الدوري العام على نفس شكل البطولة اللي عملها الجيش الانجليزي وتم تأسيب مصر لعدة مناطق وكان نظام البطولة بنفس الشكل تلعب اندية كل منطقة دوري خاص بيها وبعدين يتقابل ابطال المناطق في النهاية لتحديد بطل الدوري المصري في اخر كل موسم وسموها بطولة المناطق الدورية الفكرة اتنفذت بشكل جزء يعني بدأت كل منطقة تنظم بطولتها وبدأت مناطق القاهرة والاسكندرية والقنال تلعب بطولة المنطقة اللي تابعها لكن ما تمش تنفيذ باقي الفكرة وابطال مناطق القاهرة والاسكندرية والقنال ما لعبوش مع بعض لتحديد بطل دوري المناطق المرة التانية عام 1935 لما قرر اتحاد الكرة ينفس فكرة الدوري العام على اساس ياخد من كل منطقة الفرق الاولى في ترتيب دوري المنطقة ويعمل دوري بين متصدري المناطق ويطلع منه بطل الدوري العام وتقرر ان اللي حيشارك في الدوري العام من دوري القاهرة اول اربع اندية في ترتيب البطولة وكان ترتيب فرق البطولة الاهلي وبعدين السكة الحديد وبعدين الترسانة والمنافسة على المركز الرابع بين البوليس والمختلط ونجح البوليس في حسم المركز الرابع بعد ما فاز على نادي المختلط ليفاجأ الجميع بالغاء الدوري العام ويتحجج التحدي الكرة بان ما فيش وقت هو فعلا ما كانش في وقت ولا عشان المختلط ما تقاهلش للدوري العام الله اعلم والمرة التالتة كانت بعد سنتين من المحاولة التانية وبرضو ما تمتش لكن نجحت المحاولة في المرة الرابعة وبعد المصادر قالت ان محمود بدر الدين سكرتير التحدي الكرة ومدير مسابقاته كان هو اللي وراء احياء الفكرة المرة دي ومحمود بدر الدين لعب كرة القدم بالمدرسة السعادية وبدأت علاقته بالنادي الاهلي لما شاركت مدرسته في مطلع العشرينيات في بطولة كاس احمد حشمد باشا للمدارس اللي نظمها النادي الاهلي وكان سنة كام الف تسعمية واربعتاشر وانضم محمود بدر الدين للنادي الاهلي وبدأ يشارك في تنظيم مسابقاته الداخلية كان شخصية نشيطة جدا وتولى منصب سكرتير كرة القدم من سنة الف تسعمية خمسة وعشرين لحد سنة الف تسعمية تلاتة وتلاتين وبعد كده انتخب محمود بدر الدين عضو باللجنة التنفيذية في النادي يعني المكتب التنفيذي وده كان من عام الف تسعمية تمانية وعشرين لغاية عام الف تسعمية خمسة وثلاتين بعد كده انتخب عضو باللجنة العليا للنادي الاهلي يعني مجلس الادارة وتولى منصب أميني السندوق لمدة سنة واحدة سنة الف تسعمية خمسة وثلاتين لغاية الف تسعمية ستة وثلاتين ومن ناحية تانية محمود بدر الدين كان ضمن أول خمس حكام أداروا مسابقات كرة القدم في العشرينيات من القرن الماضي وتولى منصب مدير التحدي الكرة من سنة الف تسعمية وتلاتين لحد سنة الف تسعمية تلاتة وتلاتين وكان إداري منتخب مصر في نهائيات كاس العالم عام الف تسعمية أربعة وتلاتين ومدير مسابقات التحدي الكرة من سنة الف تسعمية ستة وربعين لغاية سنة الف تسعمية اتنين وخمسين ومدير التحدي الكرة من سنة الف تسعمية اتنين وخمسين لحد سنة 1955 وتولى في بعض الفترات منصب سكرتير نادي فاروق اللي هو نادي الزمالك حاليا ومحمود بدر الدين بيعتبر رائد التعليق الرياضي في مصر لأنه أول معلق على مباريات كرة القدم بعد افتتاح الإزاعة المصرية سنة 1934 واستمر في ممارسة عمله في التعليق الإزاعي لغاية ممات سنة 1955 المهم قرر اتحاد الكورة تنظيم مسابقة الدور العام بمشاركة الأهلي والترسانة وفاروق اللي هو الزمالك والسكة الحديد والاتحاد والأولمبي والطرام واليونان والمصري وبور فؤاد والإسماعيل وبدأ الدوري يوم الجمعة 22 أكتوبر سنة 1948 ولأن عدد الفرق المشاركة في الموسم الأول للدوري كان 11 فريق فكان كل أسبوع بيتلعب خمس مباريات وبيتبقى فريق ما بيلعبش زي ما بنقول النهاردة كده الفرقة الفلانية باي وفي الأسبوع الأول ملعبش فريق الترام السكندري وفي الأسبوع الأول فاز الأولمبي على الترسانة واحد سفر والإسماعيلي على الاتحاد السكندري تلاتة واحد وتعادل السكة الحديد مع بور فؤاد تلاتة تلاتة وفاروق اللي هو الزمالك النهاردة فاز على المصري خمسة واحد طيب الأهلي عمل إيه في الأسبوع الأول؟ كان أول لقاء للأهلي في البطولة مع نادي اليونان السكندري يوم الحد 24 أكتوبر 1948 وكان بملعب فاروق بالجزيرة اللي أطلق عليه بعد كده ستاد مختار التتش وحكم المباراة محمد السيد ومعاه عبدالله رفعت ومعاه كمان عبد الحميد العريشي في اليوم ده فاز الأهلي بنتيجة بنتيجة خمسة سفر أحرص الأهداف أحمد مكاوي أحرص هدفين وهدف واحد لكل من محمد لهيطة وحلم أبو المعاطي وسيد بخيت ومثل الأهلي فأول مباراة للدور العام كمال حامد وصبح يونس وعبد المنعم شطارة وحلم أبو المعاطي وعبد العزيز همامي وسيد عثمان وفؤاد صدقي ومحمد لهيطة وأحمد مكاوي وسيد بخيت وفتحي خطاب وأشرف على تنظيم المباراة محمود مختار التتش مرائب الألعاب في النادي وأشادت الصحف بالتنظيم الجيد فكتبت مثلا صحيفة المؤطم كان النظام تاما جدا ليقذت المشرفين عليه من رجال النادي الأهلي وفي مقدمتهم الكابتن محمود مختار الذي ليألو جهدا في سبيل السير بهذا النادي العظيم نحو التقدم بإدخال وسائل التجديد والتحسين على ما فيه من منشآت كثيرة لراحة المتفرجين واللاعبين كذلك حتى صار مضرب الأمثال في الحسنة ودقة النظام ورغم أن المباراة أقيمت في وسط الأسبوع وده طبعا يوم عمل وكان في الوقت ده المباراة ما بتجيبش إيراد كبير إلا يوم الجمعة لكن مباراة الأهلي واليونان جابت إيراد مية وستين جنيه ومتين مليين وده كان مبلغ كبير قوي خاصة أن أعضاء النادي بيدخلوا المدرجات مجانا لمشاهدة المباراة وانتهى الموسم والأهلي بطل لأول بطول الدوري عام في تاريخ مصر أول موسم للدوري العام في تاريخ الكرة المصرية كان صعب جدا المنافسة على أشهد ده بين الأهلي والترسانة والإسماعيلي ووراهم فاروق والمصري والاتحاد وطبعا فاروق اللي هو نادي الزمالك حاليا كان موسم من أسخن مواسم الدوري فاز الأهلي بالدوري بفارق أربع نقاط عن الترسانة والإسماعيلي في الموسم ده كان هدف الدوري السيد الدزوي نجم المصر وحط 15 هدف ومحمد دياب العطار ولقبه قديبة وده كان نجم الاتحاد السكنداري وأحرز 13 هدف أما أهداف الأهلي فكان توته هدف الأهلي برسيد 11 هدف بعده يجي فؤاد صدقي وجاب 10 أهداف وأحمد مكاوي وجاب 8 أهداف وهكذا كتب الأهلي اسمه بحروف من نور في تاريخ كرة القدم المصرية كأول نادي مصري يفوز ببطولة الدوري العام وأصبحت بطولة الدوري العام هي البطولة المفضلة للنادي الأهلي على مدى تاريخه خلال الموسم ده كانت حرب 48 مستمرة واستشهد فيها عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي وده اللي خلى أحد أعضاء مجلس الإدارة يتقدم باقتراح في جلسة 19 يناير 1949 كان الاقتراح عرض الاقتراح المقدم من حضرة المحترم الدكتور إبراهيم فؤاد العسوي بطلب عمل لوحة تذكارية لحضرات أعضاء النادي الذين استشهدوا في حرب فلسطين فرحب المجلس بالفكرة ووافق على تنفيذها بمجرد انتهاء الحرب وده كان استمرار للدور الوطني للنادي الأهلي وأعضاء دور استمر من أول ناشئة النادي والغاية النهاردة وفي جلسة 16 يونيو سنة 1949 استمرت عملية تطوير منشآت النادي وزي ما جي في محضر الجلسة الموافقة من حيث المبدأ على مشروعي تعالية مدرجات ملعب فاروق وانشاء ملعبين للسكواش راكت على أن يبت في هزين المشروعين بجلسة مجلس الإدارة المزمع انعقدوها في الساعة الخامسة بعد ظهر الثلاثاء الموافق 21 يونيو 1949 بدار النادي وفعلاً في جلسة 21 يونيو 1949 صدر القرار بالعمل الفعلي فتقرر إرسال خطاب لجميع المؤولين الذين قدموا عطاءاتهم عن عمل امتدادات لمدرج ملعب فاروق وانشاء ملعبين للسكواش راكت لتقديم عطاءاتهم على كل عملية على حده وبالشكل ده دخلت العملية حيز التنفيذ وبدأت في النادي عملية زيادة مدرجات ملعب فاروق وانشاء ملعب لسكواش راكت كان اسمه لسكواش راكت وده في إطار التطوير المستمر لملعب ومنشآت النادي عملية تطوير ملعب فاروق تحديدا كانت مهمة جدا مش للنادي الأهلي وبس لا ده للأندية المصرية كلها لأن القاهرة ما كانش فيها ملعب يستوعب العدد الكبير من الجماهير قد ملعب فاروق ورغم كده كان فيه دايما حاجة لزيادة مدرجاته كان وسل عدد المشاهدين اللي قدروا يتفرجوا على المباريات إلى 14 ألف متفرج تطوير مدرجات ملعب فاروق بتعليت مدرجاته وبناء مدرجات جديدة وراء المدرجات تستوعب 20 ألف متفرج وجه في تأريد الجماعية العمومية اللي انعقدت يوم 28 أكتوبر 1948 وهكذا ظفرت عاصمة الدولة باستاذ تولاه النادي الأهلي وحده وأنفق على توسيعه ما لا يقل عن سبعة ألاف جنيه لم يتردد في إنفاقها تحقيقا لهدف لا نزال نلح على تحقيقه ألا وهو الاستاذ الكبير الذي يعتبر رمزا رياضيا للدولة كلها ده اللي جيف تأريد الجماعية العمومية ومهم نعرف إن ملعب فاروق كان الملعب اللي بتقام عليه كل مباريات منتخب مصر في الوقت ده لأنه أكبر ملعب في مصر كلها ومش بس كده أي مباراة كبيرة لها طبع جماهيري كانت بتقام على ملعب فاروق يعني لو فريق أجنبي جي مصر يلعب مع أي نادي كان بيتلعب على ملعب فاروق اللي في النادي الأهلي لأن باقي ملاعب القاهرة ما كانتش تستواب أكتر من خمس تلاف متفرج تقريبا في الوقت ده كانت مساحة النادي بالضيء على الأعضاء مع زيادة عدد الملاعب والمنشآت وكمان فيه مستجد ما كانش متخد في الحزبان قبل كده ولا كان ظاهر في بداية تأسيس النادي اللي هو إيه؟ إنه كل عضو بقى ليه أولاد كأعضاء متاسبين يعني لو متوسط الأسرة ثلاث أبناء اضرب بقى العدد في ثلاث وبعد ما كانوا أعضاء تابعين بقوا أعضاء عاملين وحيتجوزوا وحيكلفوا هم بكمان يعني عدد الأعضاء بيتضاعف وبدأت ترتفع أصوات أعضاء النادي لإعادة الأرض اللي أجارها نادي الفروسية في فبراير سنة 1936 وبدأ مجلس إدارة الأهل مفاوضات شاقة لاستعادة أرض النادي مفاوضات قدها أحمد عبود باشا رئيس النادي ومعاه فكري أبازة بيك وكيل شرف النادي وفؤاد سراج الدين باشا وكيل النادي عيوة فؤاد سراج الدين فؤاد سراج الدين القطب الوفد الكبير في الأربعينيات ورئيس حزب الوفد في الثمانينيات من القرن الماضي وفي الجامعية العمومية وقف عضو من الأعضاء وسأل أحمد عبود باشا ماذا تم في موضوع النادي الفروسية أحمد عبود باشا قال يسرني أن أشير إلى مسألتين همتين المسألة الأولى فهي ما تم هذا العام من تعليقات وتشييد مدرجات ملعب الكرة بحيث أصبحت تتسع لعشرين ألف متفرج أما المسألة الثانية فهي تلك الأمنية العزيزة علينا ألا وهي عودة أرض نادي الفروسية إلى حضيرة نادينا فلقد وجدنا من سعادة محمد طهر باشا استعدادا حسنا وروحا طيبة في هذا الشأن وقد تفضل سعادته بالمساهمة في تذليل كل ما اعترض هذه المسألة من الصعوبات بحيث أصبح مأمولا أن يتسلم النادي الأهل الأرض خلال الموسم الحالي فيا ترى النادي الأهلي خلال الموسم استلم أرضه اللي أشجارها لنادي الفروسية ولا لأه ده اللي حنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر